دلوقتي مشاهدينا معدنا مع موجز الأهم من الأنباء مع دينا الفضلية شكرا لك مننا الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي أن الوطن اكتاز أحداثا تاريخية كبرى خلال سنوات من 2011 إلى 2014 هددت توجود الدولة ومقدرات شعب مصر وشدد الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة يوليو المجيدة على أنه كان لزاما التفكير بجدية في المستقبل وفي الجمهورية الجديدة التي تمثل تطور التاريخي لمسيرة الوطن كأمة عظيمة وأكد الرئيس السيسي على سعي الجمهورية الجديدة إلى توفير فرص متكافئة للعمل والحياة الكريمة لهذا الجيل والأجيال القادمة وبناء القدرة الوطنية في جميع المجالات لتصل مصر إلى الموضع الذي يطمح إليه شعبها وأوضح الرئيس السيسي أن التحقيق كل ما سبق والحفاظ عليه وتنميته يتطلب بالتوازي مع مسيرة بناء والتعمير تطوير الخصائص الإنسانية في مجتمعنا من خلال بناء الإنسان المصري والارتقاء بأحواله يشارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر لحظة الأمم المتحدة للتقييم نظم الغذاء 2023 الذي تستطيفه منظمة الفاو في العاصمة الإيطالية روما وكان مدبولي قد شارك في فعليات المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بروما نيابة عن الرئيس السيسي كذلك التقى مدبولي رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني حيث أكد الأهمية البالغة لملف الهجرة في مصر خاصة وأن البلاد تستطيف ما يقرب من 9 ملايين مهاجر ولاجئ تشهد الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم أول أيام المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية لـ 360 متقدمة ويسعى برنامج المرأة تقود للتنفيذيات إلى إعداد المصريات في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاص عن طريق تنمية المهارات والقدرات والقدرات لديهن وعددهن للقيادة التنفيذية في القطاعات المختلفة وفقا رؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة أفاد عمدة تاموسكو سيرجي سوبيانين بتعرض مبنيين لهجوم بطائرات مصيرة بالعاصمة الروسية من جانبها أعلنت وزارة الدفعة الروسية أنه تم أحباط الهجوم دون وقوع إصابات أو أضرار كبيرة متهمة كييف بالوقف وراء الهجوم فاز الحزب الشعبي الإسباني بزعمة ألبرتو نانيس على أكبر كتلة في الانتخابات النيابية المبكرة أو المبكرة التي شهدتها إسبانيا وأظهرت نتائج تقدم الحزب الشعبي على المحافظين بزعمة رئيس الوزراء بيدرو سانشايز لكنه لم ينال غالبية تتيح له تشكيل حكومة وصلت فرق الإطفاء اليونانية جهود إخماء حرائق الغابات بجزيرة رودوس شرق اليوناني اليوم السادس على التوالي وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء إن جميع قوات الحماية المدنية لا تزال في حالة تأهب قصوى وداد إجلاء نحو 30 ألفا من السكان والسياحة وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن تظل درجة الحرارة فوق الأربعين درجة ماءوية مع رياح قوية تصل سرعتها إلى 50 كم في الساعة ورياضياً طلق الأهل الهزيمة الأولى له هذا الموسم في بطولة الدوري ممتاز لكرة القدم أمام مضيفه براميز بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على الساد الدفاع الجوي والمؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين المصابقة الفوز رفع رسيد براميز إلى 73 نقطة في المركز الثاني بجدور الدوري وبفارق تسع نقاط عن الأهل المتصدر الترتيب والذي يتبقى له مباراة مؤجلة أمام فريق المصري البورسعيدي ستقام يوم الأربعاء المقبل ختم ومجاز الثامنة فاصل ونعود لحضركم باستكمال باقي فقرات صباح الخير يام وص ترجمة نانسي قنقر